في كلية تيرا سنطا بجبل الويبدي التأمت أسرة اتحاد الرهبنيات في الأردن حول قدس الأب ماثيو كاهن رعية سيدة الكرمل في الهاشم الشمالي ومرشد الاتحاد قدس الأب رشيد مستريح وذلك خلال اللقاء الأول للرهبنيات الذي جاء هذا العام تحت عنوان الرجاء المسيحي سنة الصلاة حجاج الرجاء وقد ركز الأب ماثيو بروحانياته على عيش الرجاء المسيحي الذي هو عطية من الله وبعد الاستراحة وإلقاء الكلمات الترحيبية أقيم قداس احتفالي بعيد سيدتي فلسطين ترأسها قدس الأب رشيد مستريح مرشد الاتحاد وفي عدته قال الأب مستريح علينا أن نعيش الرسالة بفرح ونخدم بتواضع على مثال أمنا البتول بعد ذلك توجه الجميع إلى كرسي الاعتراف لنيلي نعمة هذا السر حضرت اليوم كانت محاضرة جدا شيقة على الذكاء الاصطناعي وحواسي بالكم وكيف ممكن نستغلها في حياتنا اليوبية كيف ممكن نستعمل هذه الأدوات حتى نعزز بهذه الأدوات العلوم والعلم نتطور إحنا كأفراد حتى وكشركات ومؤسسات وحتى كحكومة كيف نستعمل هذه الأدوات الذكاء الاصطناعي كيف ممكن نستغل جوهر الذكاء الاصطناعي وحواسي بالكم حتى نخلق تطبيقات وأدوات تساعد المجتمع في المضي قدما ويعني هي فرصة ممكن نستغل إحنا في الأردن الحقيقة في جامعاتنا مع طلابنا حتى يركزوا على هذا الموضوع ونستغلوا حتى نحل الكثير من المشكلات الموجودة سواء كان في التعليم في الصحة في جميع المجالات فأنا سعيد جدا الحقيقة اليوم في أعطاء هاي خلنا نسميها الجلسة توعوية عن الذكاء الاصطناعي وحواسي بالكم وأرجو أن الجميع يستفادوا من هاي المحاطرة